صباح الخير او مساء الخير عليكم ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب بالكل المشتركين معي في القناة. تمام برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكو كل جديد. اه القناة تكبر بيكم وليكم. وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية. اه هنقول النهاردة الكراءة العكسية لموريد برج الجادي. انا شايفة طاقتك هنا اه انا شايفاك عندك مسئولية كبيرة جدا. مسئولية كبيرة جدا فوق طاقتك وفوق احتمالك اه فعبين. يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل. يعني ممكن تكون عندك الاقتزامات او عندك حاجات كتير بتعملها. انت في الوقت الحالي حس انها تقلت عليك جدا. اه كمان شايفاك في حاجة عملتها او في حاجة بنتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل. انت قاعد نستني. عايز نستني اللي انت عملته ده اه نتكته هتكون ايه? اه كمان شايفاك حذر شوية في الفترة دي قاسل على عمل. يعني مش عرج انا بكلم هنا متزوجين يعني. اه خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية. اه هنشوف دلوقت ان اين عاملة جزء اين? اه جزء هنا بتاعك وجزء الناحية دي للطرف التاني. اه شايفوا علاقة الزواج دي. اه يعني فيها ايوة شوية حب. فيها حب من الطرفين. اه لكن العتاب فيها كتير. المشاكل فيها كتير. الحيرة في ها كتير. يعني مش يعني وقت الحب فيها. اه شوية غيرين اه. اه فيها كمان غموض. فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني او في حاجة مش فهمها او مش عارفها عنه. او في حاجة عايز يتأكد منها. اه انت ممكن تكون يا برج الجاد يا انا شايفك عايز تمشي. ممكن تكون عايز تمشي. عايز تبعد. اه بس المشايفة بعد الزعل. انا شايفك اه عايز تفكر مع نفسك. عايز يعني عايز تلاقي حل. عايز تشوف ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفك انت عامل كده يا برج الجاد. عايز تمشي. عايز تبعد بس مش اه بس ماشي وانت زعلين يعني. اه. شايفة كمان هنا الفواصل في الافكار او في الا يعني او في الكلام او كده شايفة في عنف شوية. منكم انتو الطرفين شايفة في عنف. شايفة في عتاب ومشاكدات كتير جدا. اه شايفة في اختلاف كمان. انتو ممكن تكونوا ثمينة مختلفين عن بعض. شايفة في اختلاف. اه بعضكم ممكن يكون اه بيخبي علاقة. يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها. ده هيكون للبعض مش للكل. البرج الجازي بيخبي علاقة بيحاول يدفع عن نفسه اه فيها. لكن شايفك اه شايفك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفك هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأي ليك كلمة انت اللي تتحكم بس مش هتزنم الطرف التين. يعني انت في نيتك انك آآ آآ انت اللي تنفق كل حاجة في ايدك لكن ما من غير ما تزنم خد. ده تفكير كلمة. لكن انا شايفة عتاب تصير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلح. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضوكو. آآ دي علاقة زوجية قديمة عن حب آآ آآ اللي بعضوكو كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده. او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده. شايفك في حاجات مش فاهمها. يا برج الجدي ده بالنسبة لوضعك انت. طرفي التاني بقى الزوج او الزوجة. آآ يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية. آآ عنده فعلا شوية همود. آآ فيه التحفز. بس الطرف ده تعبان. يعني الطرف ده تعبان متضايق. آآ ممكن للبعض الطرف الثاني يكون مسافر او يكون بيفكر في السفر. او تكونوا من بلاد مختلفة. آآ فيه وضع انتو فيه الوضع ده سجل متعلق لفترة. آآ او هو بنسبة للطرف التاني هو سجل متعلق معك في وضع من فترة. لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش. يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت. او مستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش. والوضع ده متعلق وانت واقف عليك. يعني او هو شايفك كده. دي نظرة الطرف التاني بالنسبة لك. آآ فيه حب. آآ فيه حب. علاقة روحية فيه علاقة روحية. لكن فيه حزن. فيه حزن. فيه جمود. فيه وضع متعلق. فيه خسارة. آآ فيه غموت كمان. آآ فيه حد قلبه مقصور. ممكن الطرف التاني يا برج الجد يكون حاسس ان هو قلبه مقصور منك. يكون حاسس ان انت خدعته. آآ ممكن تكون القراءة عكسية. آآ لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قراءة. يعني عايز يحسم المسألة دي. انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين. فيه مسألة في علاقتكم. هو محتاج ان هو يحسمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر. آآ محتاج يفكر بحكمة. آآ او محتاجك انت تفكر آآ يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة. محتاجك تشوفها بشكل تاني. آآ هو شايفك كمان حد كويس. يعني هو بيشوفك حد كويس. بيشوفك حد ناجح. بيشوفك حد ليه مستقبل. بيشوفك حد عملي. او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها. انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك يعني قدرات خاصة بان استحقق اللي انت عايزه. آآ كمان بزيط لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقلة بزيتك. يعني شايف عندك حاجات كتير مميزات كتير حلوة. وفيه حب كمان. لكن فيه واجع كتير جدا في العلاقة دي. فيه واجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. آآ يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بي. بلاش طول الوقت تضضل آآ مخبي او كاتم او مش عايز او مش عايز تبين. لا اظهر مشاعرك. اتكلم آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفكر ان انت كده حد اهوج او انت بترني نفسك. لا. كل حاجة ممكن تسترف فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بيك. آآ ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. ممكن تسأل حد او آآ انت في حاجة مش بتظهرها. ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجذب. آآ الكروت هنا بتنصحك انك تظهر عواطس. هنا برضو يعني آآ شايفك مقدم كسك بس فادي يعني ما فوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي بيينها كمان هنا انت قاتل على نفسك وقاتل كده على كل حاجة جوا حضنك مش نبين اي حاجة. لأ. اظهر كل حاجة. آآ الطاقات اللي موجودة معي في القراءة. موجود معيك الطاقة الترابية. موجود معيك الطاقة المائية. آآ موجود معيك الطاقة الهوائية. وامارية مش كتير قويان. آآ الابراج اللي موجودة شايفة عزراء. شايفة حمل. آآ شايفة آآ شور. شايفة آآ ايه تاني? آآ شايفة سرطان. شايفة جوزاء. شايفة اه شايفة اسد دي فقط ودي الابراج اللي موجودة معايا او في جوزئت اهو هنا ثاني في اسد هي دي الابراج اللي موجودة معايا يا برج الجدي في الكراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها اه ثلاث مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه اه شعور الطرف الثاني من ناحيتكم ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع اه الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفصلين ومطلقين هقولك طاقتك الاول في الفترة دي اه انا شايفة طاقة الانفصال طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني اه شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه نستني رجوع علاقة من الماضي اه شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده اه الاول انا شايفة انت في الماضي برج الجدي اه يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة اه فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت والقراءة دية تتقل اللي موجودة قدامي يعني ممكن يكون ده عند البعض ومشارط الطرف التالت يكون اه حب يعني او شخص تالي يعني ممكن يكون اي اطراف اه يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص متافر او من بلد تانية او اه او ثقافة تانية غيره يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني اه في اختلاف وفي بعض ممكن بعضكم في بعض في المسافة لكن انا شايفة في في العلاقة دي في الانتصال ده طرف تالت بجدارة في الطاقة وفي القراءة فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايتكم تعبان بتعاني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او تعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة اه ان هو يبعد اه وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج اه منتهية وممكن ما تكونش كانت زواج لكن في عندي هنا كتير زواج اه في الوقت الحاضر بنسبيه لك انت لسه بتفكر في ماضي لسه بعضكم اه ممكن يكون في انتصال لكن مفيش اه صلاة اه لسه بتفكر اه برجوع لسه يعني بتقول انه ممكن اه يعني يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بنسبيه لك انا شايفاك في الاول في وقتنا ده انت متكتف انت في وضع اه مش شايف حاجة مش قادر تا تقدم خطوة ولا تاخر ولا تترف ولا تعمل حاجة انت في وضع في وضعك الحالي انت متكتف ومقيد مش قادر تعمل حاجة كمان شايفك بتدفع عن نفسك ممكن تكون بتدفع عن حاجة حياتك ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهتش اه مصمم ان اك ترجع بالطرف الثاني ليك اه في هنا برضو طرف تالت نفسك موضوع اه في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر اه دي يعني هدم علاقة لذا صور دي هدم علاقة يعني علاقة خلاص هي انتهت اه كمان عند بعضكو هي انتهت باكلوب مش حلو يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية الطرف التاني لما نهى العلاقة يا برج الجافي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش كويسة. هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش كويس. بالنسبة المنفصلين والمطلقين اه يعني يعني بعضكو الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة اه طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته اه يعني ما بسش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل المسيطر عليه اه شطانه. يعني هو ماشي شطانه بس هو المسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي. شايفك اه بعضكو على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفك مكتئب منعزل اه بتبص على خسارة. اه لكن على فكرة انتو عندكو خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. من ناحية العلاقة. اه شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لاني دي كراءة الحاضر. كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك اه او تكون بتدافع عن نفسك تكون اه متهم بحاجة او حد بي اه بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك. اه قاتل مشاعرك خالص اه ممكن يكون بعضكو اه دي له رجوع ورفض. يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها اه علاقة ثلاثية. انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص اه شايفة في الوقت الحاضر في بلوكات بلوك 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 كتير. اه ورفض للطرس الاخر او رفض الثرس الاخر ديك يا برج الجزء. المستقبل بتاعك. هنقول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات. انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة جترابية. كل الطاقات موجودة. كل الطاقات موجودة معك في القراءة برج الجزء. آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة الميزان. آآ شايفة العقرب. شايفة الحمل. الصور. الجزء. الطاقة بتاعتك. وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجزء. آآ لو شفت حاجة تانية هقول. لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حالية قدامي. والجوزاء. والقوس. دول حالية. لكن كل الطاقات موجودة. آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب. جاي لك. علاقة حب آآ آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس. انا شايفك آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش ميدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بالنسبالك هي علاقة حب وهي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين. لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب حاجات انت تعرضت الله في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفك عندك غموط شايفك حذر شوية في العلاقة. وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك. او اللي هيكون معاك في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة. آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوق فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده. يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. آآ يعني شايفك ثابت. ثابت في الفترة اللي جاية. وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد آآ يعني بتتصرف بعصوية. في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الموضع. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم آآ حصل معاهم غدر او خداع او موضوع ثلاث تالث او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس. انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها في دي. قدمتها وآآ واخترت فيها يعني. آآ بعضوكو عندو اخبار حلوة كمان. في هتجي لك اخبار حلوة. هتجي لك بسرعة في الفترة اللي جاية. آآآ في كمان عندك امنية وانت متحمس جدا لان انت تنسيزها. برج الجزي في عندك امنية نفة تتحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية. ترجمة نانسي قنقر